السلام عليكم يا شباب اخباركو ايه? النهاردة هنكمل الجزء اللي احنا بتدهنة فيه. اه دوت زي ما انتم فاكرين اللي احنا كنا بنتكلم ان دي الشهور بتاعتي خلال سنة عشرين اتنين وعشرين. لو جيت حبيت اللي انا اجيب الميتر كيوب بير دي او ميتر كيوب بير مانس او بير اور. هنعمل حاجة بسيطة جدا. لو انت دلوقتي عايز تجيبها بير دي. افسط حاجة افسط حاجة. ان انت هتاخد التوتل اللي العلق. تمام كده? من الاتناشر شهر وتقسمه على تلتمية خمسة وستين. فبالتالي انت جبت القيمة بتاعة او اي ان يكون بير دي. طيب انت لو عايز تحسبها بالشهر يعني كل شهر كده تجيب الاستهلاك او الانتاج اه بير منس او بير دي او بير اور. على سبيل المثال. الشهر اللي قدامنا دوت اول شهر اللي انا بشاور عليه بالسهم دوت شهر يناير. لو انا جبت التوتل بتاعنا اللي هو واحد وسبعين الف تلتمية. وجيت اسمته على الواحد وتلاتين يوم او التلاتين يوم بتوع الشهر يعني. انا عندي كان شهر يناير في عشرين اتنين وعشرين واحد وتلاتين يوم. لو اسمت الرقم دوت على واحد وتلاتين كده انا طلع لي ايه? كده اطلع لي الميتر كيوب بير دي. طيب. الرقم اللي طلع لي دوت لو جيت كمان اسمته على اربعة وعشرين عشان اليوم في اربعة وعشرين ساعة فانا كده جبت الميتر كيوب بير اور. هتقول لي طب ايه فايدة ما هو انا بستخدم الميتر كيوبر دي او بناء على الفلوشيت اللي موجود عندي وبناء على البلانس انا عايز اشوف البلانس بتاعي اللي دخل ولو طلع مثلا في اليوم او في الساعة عايز اشوف الوحدة الكفاءة بتاعتها ايه عايز اشوف الليمت الطبيعي اه اه والرقم اللي عندي هل هو كده في الطبيعي ولا ايه الوضع بتاعي تمام كده فدي كانت حاجة بسيطة جدا طيب نيك الجزء قلنا هنتكلم عليه النهاردة هو الـ Specific Consumptions القانون بتاع الـ Specific Consumptions بيقول ان انا مجموع الكيميكالز اللي عندي Over كمية الميا اللي دخل يعاني لو انا عايز يوم زي اا بلاش يوم شهر مثلا زي شهر مارس تمام كده لو جينا نبضت كده هنلاقي ان شهر مارس دوت هنروح لكمية الكيميكالز المستخدمة مثلا نقول واحد او 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 اي او 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 اذا ما استخدمت جرعتين مثلا. او انتسكيلانتو كواجولانت. حالك مع الكيميكالز بتاعتنا اللي هي بتاعت شهر مارس اللي هو بمعنى اصحي كده نقول آآ تلاتة وستين زائد مثلا تلاتة وستين. وبعد كده نقوم اسمنها على البرودكشن اللي طلع لنا في شهر مارس اللي هو الواحد وسبعين الف تلتمية. انا كده طلعت بتاع الشهر ده. يبقى بشكل عام انا كده لو عايز اجيب الاسبسيفيك كونسومشنز بقسم الكيميكالز كمية المياه. سواء بقى في الشهر سواء انت عايز تحسب كمية الكيميكالز التوتل آآ لمجموع السنة لمجموع ايا يا كده. تمام كده? يبقى التوتل اوف كيميكالز على توتل اوف 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 ووتر. تمام كده سواء الووتر دوت كونسومشنز او برودكشن. على حسب استخدامة الكيميكالز آآ نفسها. تمام? يبقى احنا حتى الان اتكلمنا ازاي ان احنا بنرسم الجراف لاي مجموعة من القيم موجودة عندنا باستخدام الاكسل. وبرضو اتكلمنا عن ايه هو قانون الاسبستافيك كونسومشنز وترجمة او تحويل آآ من ميتر كيوب بر آآ بريير لبر من ميتر كيوب بر دي لبر أور. شكرا